أحمد فتحي نهاردة السبت وبالتالي بعد يوم تقريباً وكم ساعة كده هتبدأ الجلسة أحمد فتحي حالياً بيرحب حتى الآن بالتجديد للأهلي لكن هو بينتظر الاتفاق على بعض الأمور المالية وده المفروض يحصل في مكالمات تلفونية قبل جلسة يوم الاثنين يعني خلال الساعات اللي جاية خلال يوم الأحد ممكن تحسن بعض الأمور أو يتم تقريب وجهة النظر قبل القعدة ما بين أحمد فتحي وما بين إدارة الأهلي أو لجنة التخطيط في النادي الأهلي المفروض يبقى فيه مكلمة كمان تجمع بين الظاهيري الأيمن الدولي والكابتن أمير التوفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي هيتفقوا شوية أمور كده أو هينقلوا لبعض الدنيا مشية إزاي ورأي ده وطلبات ده وبعدها تحسم الأمور بقى في جلسة يوم الاثنين بإذن الله في مقر النادي الأهلي والغرض من المكلمات دي أن تتسهل الدنيا ما يبقاش أول قعدة يوم الاثنين دي أول شكراً عايز إيه تمام يبقى فيه شوية إذابة للأمور لأن الأحداث اللي حصلت الأيام اللي فاتت من جدل ومن تأجيل الجلسة مرتين ومن تصريحات سواء من مسؤولين أو من وكيل ممكن تكون عامات شوية تنشانة تنشانة غير منطقية من وجهة نظر الطرفين الأساسيين يعني لكن دي مهمة أن هي تبقى واضحة للوقت